ذكرى مولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم تتحول لدى الكثير من العائلات الجزائرية إلى مأساة تجسدها مختلف المفرقعات والألعاب النارية التي نغصت فرحة هؤلاء بالمولد النبوي الشريف فتهوروا هوات المفرقعات ضعف أعداد الضحايا الذين منيوا بجروح خطيرة وعاهات مستديمة ترسخ احتفالية كل مولد نبوي شريف وعن أضرار المفرقعات المتدولة في المولد يجمع الأطباء على خطراتها التخوزيان ديقاي اللي تخي غراف دونك سنسيت ممبوطسيون دون ممبر سا ديه سا ديه بان الحاجة اللي راهيم قيوسها كان لديتم حاو عينيهم كان بزاف أشياء خاصة الإيدين والرجلين أضرى تعال المفرقعات هادوما راهي اتجر أضرار كبيرة واضرار يوجد جسيمة بزاف كان في العين بعض الأعضاء يتقاسوا في العين ومن بعد وين تسبب وين الإنسان يفقد البصر تعوه كان بعض حسات سوتوة العين مثل دوبل بومب هذي قاسلوا لأبو بير تعوه وما قاسلوش عينو الداخل باسكو وش تسبب وكان قاسلو العين تعو الداخل راح يفقد البصر تعوه الأولياء المتواجدون بالمستشفى وجهوا رسالة إلى العائلات للوقوف في وجه المفرقعات ومنعها على أطفالهم حتى يضمنوا سلامتهم نرمون مدواني للأمهات فهذا ما يشتر شعليهم يقدموا لهم ألعاب نارية يقسوا بها مروحهم المولد النبوي الشريف تلك المناسبة الحميدة التي يفترض أن يذكر فيها أخلاق النبي محمد خير الخلق أخذت منحا خطيرا بعد أن تحولت إلى مناسبة عشاء وحرق للمفرقعات